ومن إقليم وداي إلى إقليم حجر لميس مركز إداري ماني بحضور الأمينة العام لإقليم وممثلات الجمعيات النسائية بإقليم حجر لميس تفاصيل لدى محمد حسنة بهضور الأمينة العام لإقليم حجر لميس فقد احتفلنا نساء الإقليم كغيرهن من نساء البلاد باليوم العالمي للمرأة دورة العام 2017 وذلك بمركز إداري ماني استهلت المناسبة بكلمة رئيسة اللجنة المنظمة للحفل باب سلطان إبراهيم كما أقابها في الحديث منذوب وزارة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني أبداللشوغو إرديمي الذي شكر جميع من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية التي تعتبر منبرا حرا للتفاكر والتشاور كما تخللت المناسبة رفع توصيات إلى الحكومة وشركاء التنمية من عجل الإسراع في تطبيق القوانين الخاصة بترقية قطاع المرأة ومشاركتها بجانب الرجل الأمين العام لإقليم حجر لميسة صبي بوكورة في كلمته بهذه المناسبة ثمن جهود اللجنة المنظمة للأسبوع الوطني واليوم العالمي للمرأة مضيفا بأن هذا اليوم يؤتبر موعدا عالميا لمناقشة قضايا المرأة كما أكد الأغز بعين الاعتبار جميع التوصيات المقدمة ورفعها إلى الجهات المعنية لمراءاتها هذا وقد اختتمت المناسبة بعرض لمختلف الجمعيات النسائية والتجمعات الزراعية والرعوية والمهنية وكذا تلاميذ المدارس والثانويات التابعة للإقليم كما قدم العامين العام أدوات مدرسية لتلاميذ المدارس المشاركة